تتواصل الإدانات الدولية والإقليمية لسعي إسرائيل لشن هجوم موسع على مدينة رفح الفلسطينية والتي يقتض بها أكثر من 1.4 مليون فلسطينية قدمت جنوب إفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع من هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح الفلسطينية تتطلب إقرار لتدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين إدانة دولية وإقليمية مستمرة لمخطط إسرائيل بشن هجوم موسع على مدينة رفح الفلسطينية التي يقتض بها نحو المليون ونصف المليون فلسطينية بعد ترحيلهم من شمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الإسرار الإسرائيلي غير المبرر لتهديد حياة المدنيين الفلسطينيين دفع جنوب أفريقيا إلى تقديم طلب جديد لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح الفلسطينية تتطلب إقرار تدابير إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين جنوب أفريقيا أعربت عن قلقها البالغ من أن الهجوم العسكري غير المبرر على رفح أدى بالفعل إلى قتل وأذن وضمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد مشيرة إلى أنه سيمثل خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية ولقرار المحكمة الصادر في السادس والعشرين من يناير الماضي التعنط الإسرائيلي أظهر عدم امتسالها للقانون الدولي أو أي قرار قضائي حيث كانت المحكمة قد اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعها من أجل منع ارتكاب قواتها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وهو الأمر الذي لم تعر له الحكومة الإسرائيلية أي اهتمام وهو ما ينظر بمزيد من الأضرار والتهديد للفلسطينيين اشتركوا في القناة